أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات جديدة على روسيا اعتبارا من اليوم تشمل شخصيات سياسية واقتصادية وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لفاروف قال إن ما نشهده في أوكرانيا هو محاولة الغرب والولايات المتحدة إثبات وجوده على حساب روسيا واعتماد سياسة القطب الواحد مؤكدا أن العمل يتم الآن على تقويد روسيا وعزلها بشكل تام